سعيد خليني أبدأ بالنمسا هنروح النمسا مع حضراتكم النهاردة ويمكن التمرينة مفترضة أنها تبدأ يعني كمان شوية زماننا فاروق صلاح هيكون معنا إن شاء الله على مدار الحلقة وهناقلكم صورة مباشرة من التدريب التاني لأنه ميسر كورر قرر أنه تدريب في النمسا هيكون على فترتين تدريب صباحي ودي لقطات منه اللي حضراتكم شايفينها دي كانت جزء من تمرينة النهاردة الصبح وكمان دقايق يمكن هتبدأ المرحلة التانية أو الجزء التاني من اليوم وهو التدريب المسائي هنروح لهناك وننقل لحضراتكم صورة العيبة كلها شاركت بس أثناء يمكن السلية حتى خلد عبدالفتاح المعلومات اللي جات لنا أنه بيشارك بس بشكل يعني يعني في بعض الإجراءات الوقائية كده أثناء التدريب عشان إصابته لكن شارك في جزء من التدريب أكرم توفيق وكريم فؤاد يمكن يعني لو تفتكروا طبعا لما حصلت ليهم إصابة الروباط الصليبي كانوا سافروا لدكتور كريستين فينك في النمسا فبمناسبة تواجد معسكر الأهلي في النمسا الاتنين كمان هيخضعوا لكاشف هم شاركوا في التدريبات وانتوا شفتوهم يعني تابع السادسة معنا في الأيام اللي فاتت شاف كريم وشاف أكرم بيشاركوا بشكل طبيعي جدا في التدريبات بس هيخضعوا لفحص طبي أخير عشان يتأكدوا من سلامتهم بشكل تام وبالتالي يدخلوا بقى في مرحلة الأعداد بشكل كامل مع الفريق